بتختار ازاي الموضوع اللي انت هتتكلم فيه وبتقرع عنه ازاي وبتجيب معلوماتك من فين الموضوع ممكن نقسمه للجزئين في حاجات يمكن انا ببقى مهتم بيها اكتر حاجات بشغلة بالي انا اكتر فبالتالي انا عايزة هجم الموضوع ده او اتكلم على الموضوع ده تحديدا زي مثلا سبيستون انا مثلا اتكلمت على سبيستون قبل كده دي حاجة الناس ما كانتش مهتمة بيها خالق يعني اه فيه ناس كتير مهتمين بسبيستون اتعلقوا بيها في طفولتهم وهكذا بس انا مهتم بيها النهاردة فخلاص انا هعمل عنها حلقة النهاردة هي دي سبيستون اللي كانت ايوة بتقدم ليك كارتون لكنه كارتون مغلف بالقيم والمبادئ والاخلاق النبيلة والسامية وطبعا بكلام ومحتوى قوي رهان كانوا بيرهنوه وكسبوا فيه هم رهنوا على وعينا احنا كأطفال عرب ان احنا نقدر نفهم الكلام ده وكانوا على قد الرهان وانحنا كنا على قد ثقاتهم فينا قدرنا نفهم الكلام ده ونستوعبه وحاجة كمان طبعا يعني كل الشكر لمركز الزهرة اللي كان شغال على الدبلجة بتاعت الاعمال دي في وقت كانت التكنولوجيا فيه ضعيفة والامكانيات فيه كانت ضعيفة جدا كانوا بيبذلوا مجهود كبير في الشغل بتاعهم علشان الدبلجة العربية باللغة العربية الفصحة تكون مناسبة لكل الفئات العمرية زي ما قلنا والوطن العربي كله يسمعها لانك هتلاقي فيه اصرار على النطق السليم للكلمات فيه حاجات تانية ليها علاقة بالناس يعني مثلا احنا بدأنا حلقتنا بالكلام عن حرب فلسطين وحرب غزة فكان لازم ان انا اتكلم ما ينفعش ما اتكلمش ما ينفعش اقول ايه اللي المفروض نعمله ايه اللي المفروض ما نعملوش في الاحداث الحالية ففيه حاجة بتبقى ليها علاقة بالترند احنا في ترندز اصلا ففيه حاجة ليها علاقة بالترند وفيه حاجة ليها علاقة باهتمامات انا الشخصية فده جزء وده جزء مجمع معلوماتك إزاي؟ المعلومات يمكن أنا ببقى دقيق شوية في موضوع المعلومات ده علشان أنا باعتمد في الأساس على كتب يمكن برضو كنا عملنا محتوى عن الكتب وده اللي خلاني أعرف أهمية الكتب قوي بس الكتب بالنسبة لي هي المرجع الرئيسي أنا الكتاب بالنسبة لي هو أهم حاجة خاصة لو بقى مرجع يعني مثلا في سلسلة عندنا على القناة كاملة اسمها أرض الحضارة بتناقش تاريخ مصر من ما قبل التاريخ لحد يمكن أسرة محمد علي وما بعدها شوية السلسلة في الأساس معتمدة على مرجع مهم جدا اسمه موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن من أهم الموسوعات اللي اتكتبت عن تاريخ مصر القديم هي كلها مبنية السلسلة كلها مبنية على الكتاب ده ماشي السلسلة قديمة شوية ممكن يبقى فيه معلومات جديدة فساعتها بنبدأ ندور على الكتب الجديدة اللي بتناقش نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه طب الكتب ما فيهاش خالص فيه مقالات فيه لقاءات فيه حاجات زي كده بنبدأ ان احنا نفتش فيها علشان نقدر نوصل للمعلومة اللي احنا عايزنا